بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم رامي عزة درس جديد من كورس شو بي فاي للمحترفين من الالف للياء آآ درس النهاردة هيبقى عن تطبيق او بيرلو احنا فيه المرحلة السابقة في اخر يمكن خمس دروس او اخر ست دروس احنا شرحنا اكتر من موقع الاستيراد السلع منهم وشرحنا موقع شو بي فاي العرض السلع عليه او الوضع المنتج عليه آآ او بيرلو هو تطبيق هيسمح لك ان انت تجلب السلع من علي اكسبريس بدغطة واحدة بدغطة واحدة يجلب لك آآ مئات المنتجات من علي اكسبريس بعناوينها بالوصف بتاعها بالصورة تقريبا ما فيش انسان ناجح في شو بي فاي حاليا في هذه اللحظة اللي انا بتكلم فيها ركز قوي في الجملة دي تقريبا ما فيش انسان ناجح في شو بي فاي على وجه الارض في هذه اللحظة غيره بيستخدم تطبيق بيرلو في ناس تانية آآ يعني في آآ ممكن تلاقي استثناءات لكن تطبيق بيرلو هو يعتبر افضل تطبيق موجود في هذه المرحلة آآ اضغط على اللينك اللي موجود تحت الفيديو عشان تسابق تطبيق مجاني بيسمح لك لحده لو اشتراكات بس للناس التقيلة بقى اللي بتبيع اكتر من خمسمائة منتج في الشهر تطبيق بيرلو اضغط على اللينك اللي موجود تحت الفيديو آآ بعد كده اضغط هنا جيت بيرلو هو مجاني فهتضغط عليه آآ بعد كده بيقول لك الاشتراك بتاعه صفر دولار في الشهر هتضغط على كلمة جيت كده هو حصله المفروض حضرتك لان هو كان عندي ومساحته المفروض ان انت الاربع الاربع علامات دول هتلاقي اول علامة دول يعني الاربع خطوات اللي انت لازم تعملهم عشان تستخدم بكامل صلاحياته اول علامة اللي هي خلاص احنا عملنا له خلاص تاني واحدة انت تحط الاسعار بتاعتك فروض هتلاقي هنا كلام بالازرق زي ده كده هتضغط عليه هيدخلك على طول التسعيره انا عندي عشان عليها علامة ان انا عملتها يعني بس هروح برضو على حضراتك هضغط هنا بعد كده اللي هو نظام التسعيره هنا بيقول لك حدد رينج السعر وانت عاوز تضعفه بكمية قد ايه لما يتعرض عندك يعني ايه الكلام ده يعني انا مسلا انا عاوز لو المنتج سعره اتنين دولار على علي اكسبريس اخليه باربعة دولار عندي مش هعرضه بنفس السعر انا لازم اربح طيب ازاي الكلام ده اللي احنا شرحناها في الدرس اللي فات ايه هي دي اللي هي كلمة اللي اتنين تسعة وتسعين دي انه كان باتنين تسعة وتسعين وانا اعمل لك علي سيل عشان يبقى بتشتريه بتسعة وتسعين سنت ان دي حاجة بتغري الزائر بيحسسه ان انت عامل عرضه مؤقت لو ملحقش يشتري السيل عديد الوقتي بتسعة وتسعين سنت هترجع بعد وقت لتمنها الطبيعي اتنين تسعة وتسعين لكن احنا طبعا مش هنرجعها ولا حاجة لكن هو الزائر بيتوهم بحاجة زي كده المشتري زي لما تروح تشتري جاكت يقول لك بخمسمية جنيه وانا اعمل لك علي سيل تاخدك تلتمية جنيه تمام طيب آآ انت بتقوله السلعة اللي على العالي لو تمنى السطر ده معناه ايه السطر ده معناه ان السلعة اللي على العالي اللي بتتراوح من صفر الى عشرة دولار هيعرضها هنا مارك اب وان يعني هيعرضها لك بنفس التمن وي كومبيرد اد برايس مارك اب تو يعني وهيقنع الزائر ان هي اصلا تمنها بضعف التمن المعروضة بي يعني ايه قول لي كده اي رقم بيتراوح من صفر العشرة مسلا اتنين يبقى السلعة على العالي اكس بريس اللي تمنها اتنين دولار بالطريقة دي تمنها هيتعرض مضروف واحد يعني نفس التمن يعني ده عندي برضو باتنين دولار لكن هيظهر للزائر اني بان تمانها الحقيقي مضروف في اتنين يعني هي السلعة تمانها اتنين دولار هيظهر للزائر ان تمانها اربعة طبقها لي كده على السلعة دي يعني هقول له ان السلعة باتنين هيبقى هنا اربعة دولار وهنا اتنين دولار يعني هيقتنع ان السلعة تمانها اربعة دولار وانا حطتها لك باتنين تمام طب انا ليه حطتها هنا اتواحد اسألنا بسقول لك ليه حطت المركة اب واحد. يعني انت هتضرب تمن السلع لعلي مثلا لو استلعب خمسة على علي اكس بريس خلها بعشرة هقوله لان انا حطت كسبان من الشبنج من الشحن لان انا هختار السلع اللي من علي اكس بريس اللي تكون شحنها مجاني. فانا هكسب من الشحن. طيب هل ممكن طريقة تانية يعني هي ولازم نحط الارقام دي سابتة لأ المهم انك تفهم السطر ده واتطبقوا براحتك. انا كده لو السلع على علي اكس بريس تمانها تمانية دولار هعرضها عندي في المتجر بتمانية دولار لان انضرب تمانها في واحد يعني هتضحط نفس التمن وهقول له ان سعرها الحقيقي مضروب في اتنين يعني تمانية في اتنين بستة اشرة دولار. يبقى هيظهر له من السلعة دي تمانها بس انا عرضها لك بتمانية. طيب اه ممكن انت هنا تقول له مسلا اللي بتتراوح من صفر لخمسة اه هخليها مضروبها في اتنين عفوا لاتنين لان دي تمانها بسيط اللي من صفر دولار لاتنين دولار. انا هاعرضها له بضعف التمن. وهقنعه ان هي اصلا تمانها تلات مرات قدها. يعني السطر اللي انا غيرته ده. يعني لو السلعة تمانها اتنين دولار. هتطعرد عندي مضروة في اتنين. يعني باربعة دولار سعر بيع. وهيظهر انها قبل السل كانت مضروة في تلاتة. يعني اتنين في تلاتة بستة دولار. اعتقد السطر سهل. جربه وانت هتلاقي الامور معك سهلة جدا يعني. وهنا مسلا اتنين واحد من واحد سنت. لحد آآ خمسة. خلاص هبدأ اثبت بقى حد عشر هبدأ اثبت اخليها مضروة في واحد نفس السعر وهقنع ان هيك مضروة في اتنين عشان يبقى ثمن يعني بقى انا هنا بكسب من الشحن. آآ يعني انا مش حارف الناس هيفهمة ولا لأ بس هو السطر السهل جدا. ولما انطبق ادلوقتي هيبان. آآ ان هنشرح الدرسين ان شاء نخليها على درسين. كنت انه درس واحد بس عشان ما يطولش. هخلي الدرس الشرح النظري ودرس التطبيق العملي. آآ ده كده العملي تمام? وهنا هقول له مسلا من تلاتة دول. لا خلاص هو كفاية او السطر ده لان انا بالنسبالي هشتغل في الحاجات اللي تحت عشرة دولار يعني. طيب بقول لك يعني بقية الاسعار. انت عاوزها تبقى بكام? بقية الاسعار عاوزها برضو تبقى زي ما هي وهطنعه انها مضلوبة مسلا في واحد ونص. يعني ايه بقى? يعني الحاجات اللي فوق عشرة دولار اصلا. ايه لانا انا نوعا نفسي مش هشتغل فيها دلوقتي. بس الحاجات اللي فوق عشرة دولار هيظهر سعرها نفس السعر. نضربها في واحد. ولكن هقول له انها قبل السيل كانت مضروها في واحد ونص. يعني لو سلعة تمانها مسلا عشرين. هيظهر له عشرين في واحد ونص انها كان بتلاتين ولكن انا هبعي حالك بعشرين. المضروبة في واحد يعني نفس التمان. اعتقد الكلام سهل جدا. بعد كده هعمل سيف سيتنج. خلص قال لك سيف دي ساكسسفولي. ان الكلام كده اه تم حفظه. ده كان بالنسبة للسطر التاني. السطر التالت دي اضافة في في الجوجل كرون. انا عندي الاسف مشكلة في جوجل كرون دلوقتي عاوز يتحدس. فلما حدسه هبقى عشر. بس عادي يعني اضافة اضافة عادية خليك تشتغل بنعليه اكسبريس اوتوماتيك. فدوس هنا عندك وعمل لها سيتاب. انا مش هعمل لها عشان بس الكرون عندي قديم. هبقى حزفه واعمل لها سيتاب عادي جدا يعني. اه بعد كده هنا دي مجموعة من الدروس بيشرح لك كل حاجة في اوبرلو. على فكرة كل الدرس تقريبا موديدو دقيقة. يعني هنا بيقول لك ازاي تستورد منتجات. الدرس ده ازاي تحدد الاسعار. هنا تعمل كاستمايز البروداكت ازاي. هنا ازاي تعمل سيتاب عشان لو السعر يتغير على على اكسبريس يتغير هنا اوتوماتيك. ازاي تطلب المنتجات. ازاي تعمل لها يعني وهكذا. ازاي تغير السبلاير اللي انت بتجيب منه. تمام? ويقب لك كمان بعض من دروس هنا يعني حاجات جميلة جدا بصراح. طيب. ده كده الدرس النظري خلص. الدرس الجاه بقى نضيف بعض المنتجات عن طريق تطبيق اوبرلو. شكرا.